السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الغالين في مطبخ ام ورحمة النهاردة بقى معنا وصفة جميلة جدا وهي كباب الحلة ويلا بقى متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وطبعا اللايك بيفرق يلا بقى نشوف عملنا الوصفة الحلوة دي كده مع بعض ازاي ونشوف مقدرها ايه معي هنا بقى لحمة موزة اللحمة دي يعني فيها قطعة من الدهن لازم اللحمة يكون فيها دهن الوصفة دي بالذات لازم تكون فيها حتة الدهن بصوا دي اللحمة الموزة بصوا ما شاء الله جميلة ازاي ودي حتة اهيه فيها بردو حتة الدهنة مش كتير يعني حتى لو مش هتكليها هتدي طعم ونكها للوصفة تمام ده كده لحمة معي هنا 3 بصلات كبار انا مقطعاهم رفيع كده زي ما انتم شايفين واللي حابب يبشروا يبشروا فيه ناس ما بتحبش يعني شوف البصل في الاكل تمام؟ ودول اربع فسوس توم مهروسين ومعي هنا فلفل الوان وفلفل اخضر ومعي بقى التوابل بتاعتي هنا كده فلفل اسود معي ملح معي كمون معي ارفة معي بصل بودر وطم بودر ومعي بهارات مشكلة ومعي زيت طبعا انا يعني اليوم ده ما كانش عندي مستكة بس طبعا لازم نجيف برضو المستكة بيتغير نكهة الاكل ودي حلة على النار احط فيها الزيت ولما يسخن انزل باللحمة مش عايزة اللحمة تنزل ميتها انا عايزها بس ايه تاخد صدمة كده وتتشوح زي ما انتم شايفين كده مش اقلبها غير لما تاخد لون انا بس ايه بريحها كده في الحلة تمام بدأت هي تاخد لون ومنزلتش ميتها اهم حاجة عندي اللحمة بتنزلش ميتها عشان تحتفظ بالطراب بتاعتها تمام هنبدأ بقى نقلب كده اذا حاب تغمئيها عن كده غمئيها مفيش مشكلة كده هننزل بالبصل زي ما انتم شايفين ويلا بقى تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب بصوا البصل بقى لونه ايه اللون البني الحلو ده برضو اذا حابة تغمئيها عن كده غمئيها بس ما تحرقيهاش هو اللون ده افضل لون وهنزل بالتوم هقلب التوم بس انا عايزة ريحته بس تطلع مش هيبقى تحمير قوي دوب ريحته تطلع بس مع البصل كده والمكونات التانية بصوا مش قضلون بشكل هيفتح النفس ازاي ويلا بقى ننزل كده بالفلفل مع بعض وبردو تشويحه خفيفه يا دوب هشوحه تشويحه خفيفه لان كل ده هيستوي مع اللحمة وكان اهم حاجه عندي تتحمر هي البصل والتوم طبعا لازم ريحته تطلع تمام كده زي ما انتو شايفين معايا وبعد كده هنزل بمعلقة الصلصة لو عندك عصير تماطم لو عندك تماطمية مبشورة عندك تماطم مسبكة اللي متاح عندك ضيفيه وهقلبها كده بس تختلط مع بعض المكونات تتجانس زي ما انتو شايفين كده طبعا انا رقيت المعلقة الخشب افضل من السيليكون الحقيقة السيليكون طرية جدا وهقلب كده علشان ياخده من طعم بعض ودي التوابل هنزل بيها والملح ما تخافوش اضيفه الملح بيسوي اللحمة في كل الاحوال اللحمة بتستويه فاضيفوه ما تخافوش اللي حابب يضيف ربع معلقة سكر يساعد برضه في تسوية اللحمة يضيف بس هي اللحمة موزة طرية فمش هتاخد وقت كتير في التسويه ومعي طبعا ميا مغلية يدوب كباية او كبايتين ميا كده وقلبها ولازم مياه سخنه مش عايزه مياه برده لازم المياه تكون مغلية بس وقلبها بقى يعني تغلي غلوتين ثلاثة وهدي النار عليها واسبها على نار هدية لما توصل للدرجة التسوية اللي انت عايزها اللحمة تدوب معيك وبالهنة والشفة بصوا ما شاء الله بقى طرعت معنا شكلها جميل ازاي بصوا ما شاء الله اشتركوا في ناس يعني ممكن تحط لها معلقة دقيق عشان السوس قوامه ويبقى ساميك شوية انا مش حتى حاجة بصوا ما شاء الله اللحمة دايبة زي وطرية بصوا ما شاء الله ولونها جميل والصوسة هو تقيل معنا مش خفيف من غير ما نضيف له اي حاجة يعني مكونات كلها تجنست مع بعض وديتني الصوس الجميل ده زي ما انتم شايفين وما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب وزي ما قلتلكم اللايك هتفرق معي كتير وبقالفة هنا وشيفة واستنوني بقى في حلقات تانية جديدة شكرا